اشتركوا في القناة الآن يعتبر هذا المؤتمر من الفعاليات البرلمانية المهمة التي تناولت موضوع متخصص وهو أثر الطفرة الإلكترونية والرقمية التي يشهدها العالم الآن على الاقتصاد الوطني وخصوصا أنه العمل التشريعي يقدم القواعد والثوابت القانونية التي من خلالها يمكن تنظيم أي قطاع وطبعا بما أن القطاع الاقتصادي هو أولوية ورؤية مستقبلية بالنسبة لمملكة البحرين فإننا نحتم كثيرا بتطوير منظومة التشريعات الوطنية اللي لها علاقة بشأن الاقتصادي وأيضا نجد أنه من المهم والضروري أن نطلع على التجارب المثلة اللي تنظم الأثر الإلكتروني والرقمي على الاقتصاد ونستأنس بأراء المستشارين والمختصين في هذا الجانب سواء كان الاقتصادي أو الرقمي وأيضا نناقش التطبيقات والتطلعات في هذا الجانب ونستعرض ما أنجدته المملكة من تقدم محرز في هذا الجانب أيضا نعم إذن كيف يمكن لمثل هذه المؤتمرات البرلمانية المتخصصة المساهمة في تطوير منظومة التشريعات الوطنية طبعا المتعلقة بالتحول الرقمي والاقتصاد بالطبع أي تشريع يرتكز على مضمون ونصوص قانونية لابد أن تكون متينة ورصينة لتؤدي الغرض من هذه النصوص القانونية ولذلك لا يمكن أبدا أن تكون القوانين والأنظمة النافذة لها أثر إيجابي ملموس يحقق الأهداف المرجوة إذا كانت تفتقر للكثير من المضامين المتكاملة والمترابطة وهذا بطبيعة الحال يعتمد على ثقافة وواعي وإدراك المشرع وكذلك خبرته الحقيقية اللي يبني على أساسها رأيها القانوني عند صياغة النصوص وإبداء الرأي بشأن مختلف التشريعات إن كانت جديدة أو تعديلات عليها لذلك نحرص في السلطة التشريعية على توسعة دائرة البحث والنقاش في مختلف الموضوعات ونشارك في مختلف الفعاليات والأنشطة سواء البرلمانية أو حتى غيرها المختصة والتي نجد ضرورة التباحث بعمق فيها فمثل هذه المؤتمرات البرلمانية المتخصصة طبعاً تمثل دعم ورافد لنا كأضاء في السلطة التشريعية للتعرف على أفضل الممارسات لدى الدول المتقدمة في أي مجال كان والاطلاع على الجهود المبذولة في هذا الجانب والمستقبل المجالات ومتطلباتها التشريعية والقانونية وهي أيضاً فرصة لنا لقياس مستوى جهازية المنظومة التشريعية الوطنية وتحديد أولوياتها خلال المرحلة المقبلة نعم إذن من عمان سعادة السيدة هالا رمزي فايز شكراً جزيلاً لك